منع وإلغاء لجميع التجمعات الرياضية تحت أي مسمى هو قرار مديرية الشباب والرياضة التابعة لولاية الجزائر التي تعيش أياماً صعبة بعد تفاقم الأوضاع بسبب الجائحة التي يبدو أن عواقبها الوخيم على قطاع الصحة ستكون أصعب على الرياضة قبل الرياضيين المتعطشين للعودة إلى أجواء المنافسة فبالرغم من أن القرار كان نتاج تخوف السلطات متفشي الفيروس أكثر إلا أن التشبث به قد يكون مجازفة غير محسوبة العواقب بالنظر لحاجة الرياضيين لملء خزانهم من جديد بالتحضير الجيد قبل بعث مشوارهم مرة أخرى في موسم تعلق عليه أكبر الآمال كونه يعد مثابة تحضير لباقي الاستحقاقات الدولية في صورة أولمبياد الطوكيو المؤجلة لذات سبب مطالبة مديرية الشباب والرياضة جميع رؤساء الجمعيات النوادي والرابطات الرياضية التي كانت تستعد لاستئناف نشاطها بضرورة تقيد بهذا القرار التزاماً بتعليمة الوزير الأول عبدالعزيز جراد الأخيرة تلميح لإمكانية تعميم القرار المستثنى حالياً بطولة الاحتلاف من قبل الوصاية ما يعني احتمال تأجيل انطلاق الموسم الكروي المقررة مبدئياً يوم الثامن والعشرين نوفمبر وارد ليبقى السؤال دائماً مطروحاً هل ستكون الجزائر الاستثناء بتأجيلها مرة أخرى موعد استئناف النشاط الرياضي على عكس دول عدة في العالم اشتركوا في القناة